خلينا نتكلم بواقعية شوية ونقول ان الاسماعيلي طول عمره ما يقدرش يجاري الاهلي او الزمالك مادية لكن الجديد انه مؤخرا بقى مطالب انه يحاول يجاري على الاقل 10 اندية تصرف اكتر منه على الفريق الاول وهنا المشكلة الحقيقية الاسماعيلي ما يقدرش يجيب لعيبة بكواليتي اعلى من الاهلي ولا الزمالك ولا بيراملز ولا فيوتشر ولا المصري ولا الاتعاد ولا معظم اندية الشركات لكن السبب الحقيقي مش عدم قدرة اسماعيلي على الصرف لانها مشكلة تاريخية غالبا ما لاش حل المشكلة الاسسية هي تخلي النادي عن سياسته في استكشاف اللاعيبة الشباب المميزين مثلا قبل 10 سنين من النهاردة قطاع ناشئل اسماعيلي كان بيخرج لعيبة زي احمد حجازي عمر السلية محمود متولي محمد عواد وغيرهم كتير من اللاعيبة اللي على الاقل مسئلة منتخب مصر في الفئات السنية المختلفة كمال اسماعيلي كان بيبتلك كشافة يقدروا يصطادوا لعيبة مميزة زي ابراهيم حسن عمر جمال وغيرهم كتير من اللاعيبة اللي لقيت نفسها في تشكيل اسماعيلي الاساسي وكانوا اكتر تأثيرا من لعيبة كتير اتدفع فيها فلوس وللأسف شديد ما حقيقتش اي نجاح المفارقة انك لو بصيت على اخر لعيب ناشئ اثر مع الفريق الاول هنلاقيه وجيه عبد الحكيم اللي تصعد موسم 2017 قبل ما يتصاب اصابة طويلة ويبعد تماما ويسيب النادي وبدرجة اقلب كتير عبد الرحمن مجدي اللي هو كمال في طريقه ان يمشي من النادي في فترة الانتقالات الحالي في المقابل الاسماعيلي مؤخرا بيتعاقد مع لعبين اسماء فقط بيحاولوا يسترجعوا مستواهم عن طريق بوابة الاسماعيلي فقط لغير وفي وسط كل ده الادارات المتعاقبة بتفشل انها تسدد مستحقات اللعيبة دي لانها بالفعل اكبر من امكانياتهم المادية ونتيجة سلسلة من قرارات اقاف القيد وتمرد مبرر من اللعيب والضحية هو الجمهور والكياد ده اللي قاله ميدو في اول تصريح ليه بعد مبارات الزمالك في الدور فيه لعيبة بقالها السبع شهور ما خدتش مرتباتها بالتالي لا يمكن نتكلم عن تدعيم الفريق بلعيبة جديدة قبل ما ندفع ونسدد مستحقات اللعيبة دي اللي الادارة دبست نفسها فيها بحجة ارضاء الجمهور ببعض الاسماء اللي كان لها وزن زمان طب ايه الحل؟ حل المشكلة دي لازم يكون من جذورها زي ما قال سمير نصر مدير التخطيط الاسبق بالنادي الاسماعيلي بان النادي يصلح قطاع الناشئين اللي كان اهم عنصر من عناصر التفوق وده اللي خلل الاسماعيلي ياخد فعلا خطوات جدية بداية من سنة 2022 السنة اللي فاتت وتعقد مع شركات لتطوير قطاع الناشئين واعادة اكتشاف المواهب في كل انحاء مصر الافكار دي اللي ما كلفتش الاسماعيلي ولا جنيه طبقا لنصر ما هي الا محاولة لترسيخ نظام يمنع تدرب اي لعب في الفئات السنية للنادي في حالة انه مش مناسب لنظام لعب الفريق اللي تم الاتفاق عليه مع الشركات تطوير قطاع الناشئين لكن برضو لازم نقول ان القصة فيها مشكلتين المشكلة الاولى ان احنا ما نضمنش ان المشروع ده يكمل لاي سبب خاصة مع توالي او تغيير مجالس الادارات ومشكلة التانية ان حتى لو الخطة دي نجحت فهي هتقتص مرها بعد من خمس لعشر سنين على اقل تقدير بالتالي لابد يكون فيه خطة قصرة الامن المفاجأ ان الموضوع بسيط ومتجرب وكمان نجح قبل كده في فترة رئاسة الراحل العميد محمد ابو السعود اللي تعتبر اخر فترات الاسماعيلي الجيدة من حيث النتائج ومع وجود المشاكل ومديونيات شبه اللي موجودة دلوقتي حط سقف رواتب للعبين مليون ومتين الف جنيه السقف ده كان بيتناسب مع قدرات النادي ماديا في الوقت ده بغض النظر عن الاسماء اللي كانت بتلعب في الفريق واللي كان ضمنها اسطورة النادي حسن عبدالربو وفقه على سقف الرواتب طبعا الكلام ده دلوقتي ممكن يبان نظري زيادة عن اللزوم لكنه للأسف الحل الوحيد المتاح لانه من حيث المقابل الاسماعيلي مش هتقدر ينافس نص اندية الدور الممتازة على ضم اي لاعب جاهز في الوقت الحالي لكنك على الاقل تقدر توفر بيئة مناسبة للعيبة الموجودين انهم يخرجوا اقصى ما عندهم بدل اظهار لهم للجمهور كلعبة مقصرة في حق النادي وده طبعا مع التشديد على ضرورة الحفاظ على مدير فني واحد لاطول فترة ممكنة حقيقة ازمة الاسماعيلي ازمة مزعجة للكرة المصرية مش بس الجمهور الاسماعيلي انا شخصيا اتمنى انها تنتهي في قرب وقت ويعود للاسماعيلي ضلع من اضلاع الكرة المصرية مرة تانية اشتركوا في القناة